السلام عليكم بساكم الله بالخير والنور والسرور وأمسي سعيدة على الجميع وسؤال كثير يجي وناس كثير تستفسر وحلو أن ناخذ راي الجمهور لو فرضنا مبلغ معين خلنا نقول مثلا مية وعشرين ألف ريال سعودي أو عشر ألاف دينار كويتي وعندك خيارين يأنك تاخذ لك سيارة صينية كاملة المواصفات وشاشات ورادار وكراسي تسخين وتهوئة وبانوراما ومكينة ما شاء الله قوية أربع سنندر تيربو وشكل ما يحتاج شي خرافة تحس أنك راكب رولز رويس بس يكون رخيص أو أنك تاخذ لك سيارة ياباني أو أمريكي مثلا لكن تصميم متحفظ المواصفات تقريبا عادية تحس أنك في مواصفات ما قبل الخمسة عشرين سنة يجيك الماكروفون كذا خارمين في الطبلون اسم منه مايكروفون حق البلوتوث وشاشة بسيطة ونظام سيارة بسيط ولكن سيارة تشغل وتمشي تدام وتسافر وتقضي أشغالك وامورك تمام وتعيش معك بدل الخمس عشر سنين وش تختار؟ هل تختار الصيني اللي يغريك بالمواصفات كل شي موجود ولا تقول لا والله أنا مستعد أن أضحي بالمواصفات والأشياء هذه بحيث أني أخذ لي سيارة تكون عملية وما تبهذني في الورش